والآن معنا من العاصمة القطرية الدوحة العزيزة السيد نبيل معلول مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم ونشكر الأمانة على ساعة صدراء وكذلك على خاصة لنا هذه المداخلة لبرنامج الجماهير حتى نتناقش حول مستقبل منتخبنا الوطني واستعدادنا لتصفيات كأس آسيا ومبارات التجريبية المقامة بالفترة المقبلة أهلا وسلم فيك سيد نبيل معلول أهلا بك أهلا بك يا محمد أهلا بظيفة الكرام وكل مشاهدين ببرنامج أهلا وسلم فيك سيد نبيل معلول مدرب منتخبنا الوطني الجديد يعني لخوض الغمار بطولة كأس آسيا والاستمرار إن شاء الله مع المنتخب معنا يعني في الستيديو لمحة سريعة أحمد عسكر لاعب النادي العربي السابق ومنتخب الوطني دكتور ساقل مولا الأكاديمي الرياضي ولاعب النادي القاتسي ومنتخب الوطني السابق بدر الشمري والنجم المعتزل دوليا وليد علي وكبتن علي زيد لاعب نادي كويت ومنتخبنا الوطني السابق سعداء بوجودك أهلا بكل ضيوبك الكرام أخويا أهلا بي كبتن نبيل يعني الآن أول سؤال يعني ممكن أن ننوجه لك عرف عن نبيل معلول أنه درب أندية ومنتخبات ذو لاعبين محترفين وليس مثلا لاعبين هوات مثل الكويت مثلا يتمرنون فترة خنقوا المسائية يعملون صباحا ليس متفرغين تفرق كامل لكرة القدم ولتمارين أنديتهم كيف سيتعامل السيد نبيل معلول مع هذه البيئة الكروية اللي نقول جديدة على السيد نبيل معلول بسم الله الرحمن الرحيم ليس جديد عليه لعني لما نشوف المباريات التعالي الكويتي حاليا خاصة يعني خليني المباريات اللي داروا اليوم بالأحرى يعني ممكن هوات على الورق لكن نوعية اللعب اللي موجودة والريتم الموجود يعني بروفيشونال بها تم معنى الكلمة نعم العقلية الاحترافية موجودة هذا من خلال الشيء لسهات الأسواب في المنتخب الكويتي ولا في المباريات الدورية أو في نسف نيائي كأس ولي العاد طبعا فم شغل فم شغل ما خلوش مثل نشخوط فم شغل أنا رو ما فيش فرق كبير لأنه لابكورة الخدم لما يكون محترفة ولو حتى يكون هاوي نعم معناها لينزل الملعب في التمارين لازم يكون بروفيشونال مية في المية يعني ما يقدرش يكون هاني في بسي وقت هذا وينتمي إلى المنتخب الكويتي لكون الخدم وهو هاوي في محفو ولا هاوي يعني في عقليته لا صعب جدا إذا كان يحب ينتمي إلى الدليل يعني نخبا تعقول القدم القويتية نجم يكون معناها محترف مية المية نعم كابتن يعني نبيل إحنا يعني سمعنا أنك أنت سافرت الفجر بعد توقيع العقد تعود إلى دوحة قطر أنك صادفت أحد لاعبين المنتخب الوطني يعني ما تعرفه شخصيا إلا في الملعب في ساعة متأخرة من الفجر وبينت استغرابك هل المعلومة هذه صحيحة أو أنا اللي عرفه أن أنت شفت لاعب منتخب ما تعرفه شخصيا والله العظيم واشاء الله عليكم بالله عظيم واشاء الله عليكم أنا كل ما أنا ما نقترش أنا أولا نلعبه واش في معذكر أنا نفتغرب شوية نوعا ما لأنا مش معقول معناها بصراحة أقول لك أنا نعم أنا لاعب سهراء للفجر يعني سهراء للفجر اللاعب يمثلين المنتخب ومحموا التحققات وعنده مباريات معناها نعم بتاع دوري في الموضوع التعب في الصبح ولو أحنا ولو في عقليتنا احنا بصراحة ولو هذه عقلية غالطة عقلية معناها نمنا نعيش صارحة لفورة القدم يعني في عددنا نصها وخاصة لنا في الخليج يعني سهراء كثير يعني مش كويس بالنسبة لفورة القدم ماذاك علاش في أشياء قلت أنه ممكن ممكن إن شاء الله نحاوله لكي نغيره أصلا قريب العاجل إن شاء الله بالبرنامج اللي بحنا نضوان المنتخب الكويتي إن شاء الله بإذن الله نعم لكن ملاقباش نحاسب وانا اللاعب هذي علاشه ملاقباش نحاسب أولا هو موش في معاذكم صحيح بحتيت سلام على اللاعبين علاشه قلت معناها نغيره أشياء كثيرة في الملعب لازم تتغير شوية شوية العقلية نتاع بعض اللاعبين نعم كابتل نبيل شاهدت اليوم المبارتين رأيك يعني في المبارتين في المستوى هل يعني المباريات مشجعة أو مثلا لفت انتباهك لاعب معين يعني والله نفس لم تنتباهي عدة لعبين لكن يا أخي محمد ما نحب أن نسمي بعض اللاعبين نعم لأنه ما نحرش بعض اللاعبين أخرين يعني نحب دائما نفض كل اللاعبين على نفس قدر المساواة لكن هناك لعبين وما يدين موزدين في دولة الكويت بدون أدنى شكل ومثل ما قلت في الندوة الصحفية معناها الشيء دي مش موجود ممكن في في بوضلات أخرى ولا في دوريات أخرى ولا في منتخبات أخرى يعني المادة الخام موجودة المادة الأولية موجودة المعارات الفنية موجودة خاصة خاصة لشدة التباه الروح موجودة معناها عند اللاعبين لما تشوف معناها خاصة المبارات الثانية معناها القادسية والعربي نعم رسم المبارات في الشوط الأول كان رسم جنوني معناها متاع هاي لابل متاع متوع عالي في قد قدمتها أنا في الشوط الثاني بعد ساقة تبعين تقريبا أو في الربع ساعة الأخيرة ممكن ننزل المجدني المستوى اللاعبين وهذا عادي جدا نظرا المجود اللي قتموه معناها في بداية المبارات ونظرا أيضا بتراكم المبارات المتعدة في التابعة الأخيرة في الدوري هذا عادي جدا لكن أنا شخصيا مبارد معنا بريد خاصة نريد مباراة في الشوط الأول نعم كابتن نبيل الآن الاستعدادات يعني هل أنت راضي على مستوى المباريات الودية يعني في السابق كانوا بعض اللاعبين يلومون مثل الاتحاد الكرة والجهاز الفني السابق أنا أدري أنت ما تحب تدخل في أمور السابقة بس يعني الكل يطالب بالكويت أن المدرب أو الاتحاد أنه يقيمون مباراة على مستوى عالي للاحتكاق قبل بطولات الرسمية أنت الآن عندك يعني باستعدادك ومع أسكرك عندك مباراة 22 مع المنتخب العراقي و3-1 مع المنتخب الإماراتي وأنت تقابل استراليا كوريا عمان رأيك يعني بالاستعداد هل هذا راح يساعدك على اكتشاف اللاعبين توظيفهم بشكل أكبر أو تطالب باستعداد أكبر مثلا أو منتخبات أكبر يعني وذلك خلينا نكون صريحين ممكن البرنامج اللي وضعه معناها الإطار الفني اللي قبلي خلينا كل واحد نعطيه حقه معناها برنامج ممتاز كانت هناك مباراة ضد أزباكستان مباراة ضد المنتخب العراق ومنتخب ضد المأمارات يعني ما تقدرش تطلب أكثر من شيء هذائي يعني مبارايات ممتازة بتحضير كاسية كنت كان بيودي أنه ممكن تكون مباراة أخرى موجودة معناها أيام 28 أيام 27 يعني في أستراليا يعني مباراةين يكونوا موجودين في أستراليا قبل المباراة الأولى ضد أستراليا يعني قبل مباراة الإمارات يعني بعد مباراة الإمارات خلاص ندخل بتعضير أسبوع المباراة متع ميكروتيك متع مباراة أستراليا لكن أظن أنه معناها التحضيرات البرنامج اللي يتوضع معناها ببرنامج جيد جدا ولو أنا شخصيا لا يعني معناها كنت نحب تفاصلها طويلة تكون موجودة لأني شيء جديد على الفريق لكن بالنسبة للسيد يرى البرنامج ممتاز اللي يحطوا يعني يعطي الفريق يعني منذ تنتين نعم ما نقدرش أقول أنه برنامج معناها بالعكس برنامج يعني مستوى ومشار المورد سبحانه وتعالى وفاق نعم كابتل نبيل يعني فيه آخر سؤال يعني هل أنت خنجول أنت يصرح تصريح جدا يعني خنجول شجاع أنه قال نبيل معلول أنا رايح أقدم يعني مستوى إن شاء الله طيب للأزرق وما تملك عسى سحرية ولا أنت غوارديول يعني مثل ما كتبت في لقائك في صحيفة الرأي مع الزميل سويل لحويك وقلت أنا أتحمل أي يعني أي ظهور سلبي يعني في المستقبل ليش حملت نفسك المسؤولية بكير بهذه السرعة دون أن يعني تأخذ راحتك أكثر مع المنتخب لأن الكبات الموجودين عندك كلهم يعصوا كورة تقريبا يعصوا أنه اللاعب العربي معناها نفس ثانيا خليني أقولك الصراحة ضعيف شوية نوعا أنا ممكن نتحمل ضغوطات الشارع الرياضي القويتي ممكن نتحمل ضغوطات معناها الصحافة القويتية بينما اللاعب يعني أنا كنت لعب ونعرف وقح مهما وقت اللي ينتخذوني ولو فما مهما تكون تأخصية سخوية لازم بيستحس شوية بينما المدرب يقدر لأنه اللاعب هو لي بشي عبر في الملعب اللاعب هو لي بشي يلعب في الملعب المدرب ممكن يحضر كل صغيرة وكبيرة يحضر كل سلبيات وكل إيجابيات يعني فريقه فريقه مناسب لكن أكثر معناها المهم في اللاعبين هم في الملعب هم اللي يعملوا كل شيء هم اللي يساوي كل شيء أنا دايما نحب نخذي اللاعبين نحب بعض الضغط معناها نهائيا على الضغط الضغط ناخده أنا كل وأنا وشطاف متاعي معناها الضغط نعم ومبعض اللاعبين على الضغط الضغط يكونوا بأمضل حالاتهم في جميع المباريات بدون أدى شك أنا الغني ينتحمل ما تقوليتي ما دم تحمل ما تقوليتي بش ناخو المنتخب الكويتي في هذا الوقت بالذات ما نحبش بعدين نقول لا والله ملقيتش وقت ولا الوقت كان قسير ولا مقدرت لا أنا نظن أنه المنتخب الكويتي منتخب محترم ولو كانت معناها متربته في كاس الخريج نعم الماضية معناها مش ولا بد لكن أظن أنه الأذرق قادر يعني في يرنشع كوية نوعا ما منهبة الأذرق في كاس تأشي تكون لنا تحضير بالنسبة لنا نحن إن شاء الله بإذن الله لمباريات معناها نعم تصفية كاس العالم نعم قبل الختام الزميل المحل الأكاديمي دكتور صغر ملحب يعني يعني يوجه لك سؤال أو يقدم لك رسالة فضل دكتور كمتنبينا وشيء مساك الله بالخير بسؤال بسيط بدون عجالة هل أنت حسابك هذا في تويتر اللي قاعد تصرح فيه أي حساب أحساب أزهان أنا أقول لك أول شيء رقم واحد نصيحة أخو أنت إنسان تعمل أنا عارف الشيء هذا أنت إنسان تعمل ومو بس تتكلم ولكن أنا قاعد أكلمك على واقع شارع كويتي شارع الكويتي مل من الكلام فيبي فقط عمل هذا رقم واحد يعني وصل إلى المرحلة أنه يقول خالص أنا ما بيسمع به أشوف عمل هذا رقم واحد رقم اثنين الشارع يغلي فما هو مستحمل أي خطأ راح تلقى على طول يعني في بعض الشمات عندنا بعض أنا أقول من الشعب يعني إذا صادواك تعرفتش نفسك أنا نصيحة أنا أقول لك يا نصيحة أطلع منها شيء ثالث والله يعني بعض الأخوة حتى قد يزولفون يقولون إذا يبي يكتب تويتر في الواقع الكويتي يعني ما راح يدرب أنا نصيحة لك أنك توخر عن الواقع أولا أولا هو حسابي لكن مش أنا حسابي أنا يعني عندي ناس يعني من مدى من اللي كنت أنا في المنتخة بالتوتيو في الترج يعني مسؤولين على حسابي وعن فيسبوك ولا مرة معناها إذا كانت شوف دعاء ولا آية قرآنية رأني أنا كتبها بينما الأشياء الأخرى لكل معناها عندي ناس يا ريلا خاصة مرتفع في نتوقع طمنا نرجع مع حاجة مهمة جدا نذكرتها رو المدرب يعني ما تقدرش تراضي كل الناس نحن بيش نعمل وشاهدين وإذا شي قلت في الندور الصحافية إذا كان ما تقدرش كل الجهود معناها الجهود نحن معناها كأيطار فرن وجهود اللاعدين وجهود معناها الاتحاد الكويت والجماهير الرياضية والصحافة الرياضية رأي صعب نحضر وننجحه إذا كان بيش ننجح ننجح الكل مع بعضنا وإذا كان لقدر الله بيش نتنجح الكل مع بعضنا وهذا شوش الكورة الكويتية لأنه ليس نبيل معلول فقط بيش نجح والإتحاد الكويت فقط بيش نجح رأي الكورة الكويتية هي اللي بيش نجح والرياضة الكويتية هي اللي بيش نجح وهذا الشيء اللي يجب نفكر يعني يجب الناس الكل من يكونوا على نفس معناها في نفس اللي لا تشكى بشين في نفس الطريق ما يشين تنحاولوا مجاهدين أنه نشهر أزرق إن شاء الله في محمد القاضن ممتاز ممتاز أي شيء صدقني يا كابتن نبيل أي شيء راح يطلع خصوصا من برنامجنا راح يكون نقد بناء وداعك وقدمت ممكن تقول حسرة من القلب تطلع لا هي راح تكون أبدا طاعنا في شخصك ولا شيء أنت لك التقدير واحترام بالعكس أنت من دولة عربية عزيزة علينا يعني لك التقدير واحترام هكذا قاد أقول لك أحمد الله أنه طلعت يعني مو أنت لقاء تصرع ولا تعال فتح نحصل لك من أبو يابس شوفي وفكنا من المخصص شوفي الدكتور سوري كان محمد كان صوت عليه شوفي الدكتور المدرب اللي يحترم تشغله له خاصة نحكي عن المستوى العاني إذا ما اشتغل 16 ساعة 15 ساعة في اليوم نعم أهم شيء في مشاهدة المباراة في مشاهدة التمارين في تقييم المنافس متاعه في تقييم اللاعبين متاعه من خلال التمارين بشي حسن معناها خاصة التمارين تبدأ تحسن خاصة المدرب المنتخب أنه ما عندوش الوقت الكافي بإيجاز اللاعبين من اللاعبين المجرون جاهزين خاصة من الناحية البدنية لازم يكون معناها تقارب صبير بين المدرب الوطني وبين المدربين الفرق الأخرى إذا التواصر كبير يكون موجود البرامج الموجودة في الفرق بشي يعملوا اللاعبين بشي حاضروا معناها بجانين خاصة اللاعبين يعني هذا عمل اليوم لأنه تدريب المنتخب أصعب كثير من تدريب الزرق تدريب الزرق أنت اللاعب كل يوم ممكن تحصلوا بعد شهر بعد شهرين بينما أنت مع المنتخب عندك أربع أيام فقط يعني بشي تدريب يوم اللاعب يتلعب مباراة وضيئة أو مباراة رسمية هذا بإذن الله بإذن الله بإذن الله والله يشوفنا في الأيام الأخيرة خاصة بعد طوقش العاقد ورجعت بالكويت حكيت أنه معناه ما عادش فيه تركيز كبير صراحة وإنها خاصة من اللاعبين في الوراية الأخيرة البارح وكان عندي استماع كبير متوت في دارة نادي الزيج ما قدروش يعني اعتذرت عن المباراة المتبطية هذه والحمد لله معناه اللاعب يطلب وإذن الله كنت ودي نكون أنه يوم لحد موجود لأنه تعرف المنتخب هناك دمرين يوم 13 ويوم 14 لكن يوم 13 يعني يوم لحد عنا موعد يعني في الصفارة بريطانية نعمل الجيزة لأستراليا مع المدربين المتاعك المتاعي إن شاء الله يوم 2 نستطيع نكون موجود في هذه مدلة في الكويت مش نحضر إن شاء الله نهائي كاس ولي العاد إن شاء الله بإذن الله طبعا كل الشكر لك السيد نبيل معلول المدرب المتخب للوطني وشاكر جدا تعاونك معنا على يعني على مؤسسة تلفزيون وصحيفة الراي وأيضا تعاونك الراقي لأمانة معاي على يعني خصيتنا بهذه المداخلة أو نسميه سبق علاميا اللي هو يعني بالعكس كنت يعني مميز ودائما يعني تنافسنا علاميا يعني إنت أنت في نهاية غير أنك مدرب إن شاء الله موفق أنا مريشة علي بير مريش علي بير أني مدربتهم ما شاء الله يقول ما زلت تعشق التحدي في سؤال من أخوي بدلة ما زلت تعشق التحدي كما أنت كما أنت ضدل نعم نعم لا أنت ترى عليه السؤال بدل الشميري لعبنا الوطني السابق يقول أنت ما زلت تعشق التحدي بدون أدنى شك نعم أي مدرب المفروض يجب أن يعشق التحدي وأي لعب يجب أن يعشق التحدي نعم يقدر يطور نفسه نعم هذا هذا لعبنا دولي علي الزيد السابق أيضا عنده سؤال سريع ورح نختم أنا أدل طولت عليك كابتن نبيل يعطيك العافية كابتن نبيل ردا على كلام من كابتن بدر أنك تعشق التحدي أنا أتوقع أن كنت أقبولك لتدريب منتخب الكويت بعد المستوى الهزيل اللي صراحة اللي شفناه في كاس الخليج هذا هو التحدي الكبير ونتمنى لك كل توفيق وإحنا طبعا من متابعينك في قناة البيان سبورت ومتابعين تحليلاتك وحتى كنا متابعينك بتدريبك للفريق الغطري ونتمنى منك إن شاء الله أنك تعيد الثقة في لاعبيننا واللاعبين نحن اللي عارفين بالكويت الفنيات موجودة ولكن يحتاجون إلى من يدعمهم وينمي مهاراتهم إن شاء الله وتوفيق لك إن شاء الله في كاس آسيا إن شاء الله نعم إن شاء الله بإذن الله بإذن الله متشكرين كابتن كابتن نبيل يعني متى إن شاء الله نشوفك ضيف عندنا في الجماهير والله في أي وقت على ذمتكم خيرنا في أي وقت في أي وقت وينكون موجود مشكور 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 نعطيتنا هذا السبق وأتمنى لك طبعا كل التوفيق إن شاء الله في مشوارك التدريبي لمنتخبنا الوطني وأنت رجل يعني ما نملك الآن إلا دعمك ودعم المنتخب الوطني وإن انتقدناك أو وجهنا أي رسالة ثق تماما يا كابتن نبيل أنت رجل عملت في الحق الإعلامي ورجل صادق في عملك وفي تاريخك وعارف أن الإعلام لمن ينتقد ينتقد بحب لك وكذلك يعني منتخب الوطني كل الشكر لسيد نبيل معلوم ترجمة نانسي قنقر